طبعا من ضمن المشروعات الخضراء اللي انها زي ما اقول بتوفر في المياه وبتقلل في التهليك الاسميدة ده غير طبعا انها بتساعدنا ان احنا نقوم التغيرات المناخية اللي النهاردة بتأثر على مجال الزراعية بشكل كبير جدا بس برضو يعني هل تصلح لجميع انواع الزراعة يعني لكل حاجة واللي هي بس للزراعة الورقية اللي هي الخاصة الجارجير بقى الحاجات اللي هي الورقية سؤال كويس جدا واشترك ان انت سألها اه هي في الحقيقة عشان هي تقنية زراعية الفكرة فيها ان انا فاقوحاكي البيئة الفكتالية السابس فادي له كل العناصر اللي هو محتاجها بالضبط بشكل مهندس فانا بقدر ازرع فيها كل حاجة مختنة ولكن الفرق او السؤال اللي انت بتكلم فيه فعلا الحاجات الورقية هي اكثر حاجة مختنة ممكن ان هذه من اوائل الحاجات اللي هي الرابط تستخدم الالتقنية بتاعت الزراع المائية دي فيها وهي الورقية ونزلك هي الاكثر الانتشار بس في الحقيقة هي النهاردة بتستخدم حاجات كثير منها بقى انتاج ثماريات فواكه مختلفة وهكذا يمكن وبطاطس حاجات من هذا القبيل ولكن لسه مثلا في مجالات زي المحاصيل الاستراتيجية مثلا الامح والرز وهكذا مع ان هي فيها او في توقعات ان هي يبقى تحقق ارصان ثوائف او طيب نوران برضو كنت عايز اسألك هل هي مكلفة يعني التقنية زي دي ممكن تكون الفرق بينها وما بين تكلفة الزراع العادية تبقى عاملة ازاي وبرضو عايز اسألك هل الناس بتستجيب يعني النهاردة انا كمزارع هستجيب للتعليم ان انا حد ممكن يعلمني زي الورش اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي بسرعة ولا بيبقى صعب طيب خليني اخدهم سؤال سؤال ام انت لو بتقارن التقنية بتاعة الزراعة المائية او بخصوصا مثلا الاكثر هي التقنية الهايدروفونيك التقنية دي بتقدر تخليني انتج 25 دع المساحة يعني اللي انا بنتجه في فدان هيدروفونيك بنتجه في الارض العادية في 25 فدان فانا لو بقارن تكلفة الاستثمار في الفدان الهايدروفونيك ده مقارنة بالاستثمار او الاستصلاح بتاع الخمسة وعشرين فدان فهو تكلفته في الحقيقة اقالي طبعا ولكن لو انا طبعا ببطلها ان انا ده فدان واحد مشابه للإزراعة العادية فهو تكلفته المبدئية عشان امشي المزام الاولي عالية ومثلت بالوقتي يعني يبقى مطاح اتاليب تمويل كتير اوي مثلا زي المبادرة بتاعة البنك المركزي بتاعة الخمسة في المياه دي مثلا متاحة اللي حد عايز ننشئ حد فانك وديكتب امن الحاجات اللي بتساعد كتير جدا فان لو حد ما عنديك الخدرة المالية نواية استثمر الاستثمار ده من الاول يستفيد من السمويل المتاح حالان بتسهيل كتير كدعم لبداية مشروعة طب نرون قلنا كده يعني اي شاب دلوقتي لو هو حابب يعني ان هو يبدأ في المجال ده ويبقى برضو يعني شاب منتج ومنها مهنة برضو وزراعة وصناعة والحفاظ على البيئة هي كلها دايرة متصلة ببعضها يعني اشتركوا في القناة